عن جد أنا آسفة أستاذ شادي بس ما كنت توقع إنه هلأ أمور تمشي بسرعة وصراحة هل فرصة كنا عم مستناها من السنين مو مشكلة مو مشكلة أنا ماني زهلها الله يسر لك أنا بتمنى لك الخير وبتمنى لك إنه أدنجح بحي بس فدي أطلب من لك فلا بدي منك ترشحيلي حدا يدير المتشع يعني عدم المؤاخذة إذا أنت مانيك موجودة أنا كمان ماني موجود عندي سبر بس عراحة أستاذ شادي أنا هدول الصبايا تعرفت عليهم جديد مو واثقة من خبرات أي واحدة فيهم ما فيني رشح ولا أي واحدة فيهم لأن تشتغل بالمركز طيب شكراً أم يعطيك العافية شكراً كتير إليك أستاذ شادي على وقفتك معي خلال هالسنين أنت والسيد الوالد عن إذنك على عيني وأنا راسيميت أهلا وسهلا الله معيك معناته مضى الخيار قدامي غير إلغي سافرتي بعد ما قدمت ناديا استقالتها لأنني ما بأمن على حدا غيرها يستلم الشركة أولا معيك حق يا ست ناديا يعني حدا بيصحر له يروح ويعيش ببلد أوروبية وبيضل هون لهيك حبيت ودعكم ووصيكم به المتجر وبالإستاذ شادي يعني طول عمره موقف معي ودعمني وموقف جنبي وأكيد حيواقف جمكم ويدعمكم طول ما أنتو عم تشتغلوا معه لا تعكليهم ست ناديا لا تعكليهم سافري وأنت كتير متضمنة أكيد أكيد سافري وأنت متضمنة لأنه يعني إستاذ شادي أخونا وغالي كتير علينا وأنا بتمنى لكم نجاح والتوفيق بشغلكم بس إبقى تذكرينا ها يعني لا تنسينا أكيد يا روحي مجرد ما أوصل على ألمانيا فورا حاتصل فيكن حبيبة قلبي واتطمن عنكن واتطمنوني عنكن أكيد أكيد الله يوفقك أنتي وعيلتك حبيبة قلبي يا عمري باي باي الله معك بالسلامة أبرينا الله يكون معك وهلأ أجت الفرصة المناسبة لحد تصير أنا المديرة بدل ناتح إيوه وليه جنابك كتير واسقة من حالك ستريان أنه أنت رح تصيري المديرة ما فمن ساميرا لا تنسي أني أنا أقدم منك بهذا المدجر توظفت قبلك بأسبوعين أه أسبوعين اي صح اي طعي طعي امشي على الشغل أهلين بابا أهلين صحيح الخبر اللي وصلني أبل شوي أنك أجلت سفرتك لدبي ايو والله يا بابا مظبوط نادية مديرة المدجر اللي عندنا تركت الشغل وبدأ تهاجر على ألمانيا وأنا بصراحة ما أبوسق بحدة بغيابة يعني إذا أنا غبت وهي غابت مشكلة وخاصة أن الوظفات اللي عنا بس ما عرفنا خيرهم من شرهم بابا لا تشغل بالك بيالموضوع خلصت يشتغل اللي بين إيديك وتعال عندي عالبيت نتغدى سوا وعند عشية إن شاء الله منروح على شيء قاوم تبحث بالموضوع لا يكن لك فكرة وهو هيك بابا يلا يلا رحسكر أجيل عندك فورا أمرك أمرك بابا الله معك واو شو هاد شو هالكساسوار وهالدلع وهالجمال بتجني إن طالع بس شو هال شو رأيك بيحل لوكل جديد اي واو يعني بس إبقالتي يعني شو المناسبة ليش هيك كتير مغيرة ولو يا سميرة لازم لك تبعي يتناسب مع شغلي الجديد كمديرة المتجر بعد ما راحة نادية هجد معيك حق مديرة المتجر شلون الشغل اليوم روا اي طبعا متل ما بدك متل ما بدك وإحسان تيجي نشرب أحوي سوا اي طبعا اي طبعا اي طبعا اي طبعا هاي القطعة استاذ أنا بعتقد كتير حيوي شوف ما أجملها وفيك داخدها يعني هدية لمرتك وتشوف حالك فيها وبعدين السعر كتير يعني معقول معنا غالي كتير حيوي شو رأيك والله مزوقة طيب اوكي ضبي لي يا حب كرتوني اوكي ذكره معيناك تفضل معي اي طبعا استاذ يال طبعا سواني اي طبعا اي طبعا اي طبعا اي طبعا اي طبعا اي طبعا اهلا وسهل فيك اهلا وسهل فيك اهلا وسهلا بك شكرا شرفتنا؟ ننور المكان خير شوفيني أخي بماك اليوم؟ انت شو جابك لهون عام؟ سميرة عطي قرشين وخلي تفضل لبرة اذا بتريدي انا مانش احد ولا لي جاي ااخد حسنة منك انا جاي اشتري هدية لزوجتي انت جاي تشتري هدية؟ بتعرف انه ارخص هدية عنا هون بالمحل بتطلع قدرات بك كله؟ ريان؟ هيب هل حكي شبك؟ لك شبكي انتي هاد مو زبون الزباين يلي بتجي لعنك كلها هاي هاي انتي وظيفتك بس اذا سألتك قدي السعر للقطعات اللي لي قدي السعرها يا اما بشتريها يا اما بشتريها لو سمحت انا مالي فاضية ضيع وقت معك اذا بتريد تفضل لبرة خلصنا ريان بقى خلصنا شبك انتي ما دخلك انا المديرة هون وانا المسؤولة عن المتجار لا ما بصير هذا الحكي وانا هون كمان موجودة لخدمة الزباين لكان بص تخلصي من هاد الزبون بتمسحي أرض الصالة وبتعمليلي كاسة شاي لا حولا ولا تقلم الله ايه استاذ تفضل انا بيخدمتك بس بس اللي شو نوع الهدية اللي مطلوبة بدي تنقيل اياها هيك على زوئك لانه مبين عليكي لطيفة وبنت حلال ومزوئك انت شو قصدك انه انا قليلة زوء اتفضل طلع لبرة ريان بيكفي بقى مو من حقك ابدا تقلعي زبون من المحل هذا مو من اخلاق لهم لا من نظامنا شو رقيك تسكتي احسن ما تتقلعي معه انتي شو فكرة حالي شو فكرة حالك صاحبت المتجر لتكوني ها انا هون المديرة انتي موظفة هون لحتى تمشي امور الزباين مو لحتى تقلعيهم فتحي يعنيك منيح انتي بدك كتير لتعرفي الزباين مثلي وتعرفي كل واحد شرون تتعاملي معه وتعرفي يلي عن جد فايت يشتري من اللي فايت يشحد بيضل اسمه زبون طالما عم يعطيكي مصاري وعم يشتري وعم تفعلك هليك الحسبة حق القطعة واجبك تعمليه بإنسانية وبلطف مو هيك تقلعيه شبك انتي اي لا يا ستي مو كلهم مثل بعضهم الخواجة انا كتير منيح بعرفه بيبين عليه من هيته من شكله من صوته شوفي ماذا صوتك طالعيه؟ اهلين استاذ مهبا 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 الشي اللي عملتي معي والتصرف اللي تصرفتي بيدلي على قلة تربايتك المنزلية وعدم احترامك للناس استاذ انا قاسفة والله ما كنت بعرف انه انك ابو للشادي وصاحب المتجر حتى انا مبتعرفين ما هوي ما تبري انه هذا زبونه بهذا العمر ما لازم تحترمينه؟ اول شي انا قدابوكي اذا ما كنت اكبر والطريقة اللي حكيتية بيدل على انك انت مو مرباي مليح امدا نحن بهذا المتجر عنا اسس و عنا معايير بنشتغل عليها واهم اساسا بنشتغل عليه هو الاخلاق لانه نحن دائما عنا لزبون على حق وهذا البند اللي هو بند الاخلاق نحن منخلي الموظف يوقع عليه باول توقيح و باول بصمة على ما يبدو انت تحديدا ما نكاري هذا البند انا اسف هسفكتي اجا اسفك متأخر انتي مطرودة لسوق تعاملك وسوق اخلاقك بارك اذا انتغطي من المتجر بتعيدي التفكير بسلوكك مرتاني وانتي ست سميرة لأخلاقك العالي وخضرتك وحسن تصرفك مع الزباين وحسن تصرفك مع الزباين قررنا انسلمك المتجر وعداد شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير انا ما برشود يحكي يا استاذ شكرا كتير على سيقاتكم فيني وان شاء الله كون انت المسئولية شكرا كتير الله معك هلأ صارت تسافر وانا مرتاح كتر خيرك شكرا كتير استاذ